ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول والجواب اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول على قولين القول الأول أو القول الأول وكلهما يصح لغة قال أصحاب هذا القول لا يزاد في التشاهد الأول على التشاهد يعني يتوقف المصل عند قوله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بالتشاهد الأول هذا مذهب الجمهور مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة وهو مذهب الإمام الشافعي في القديم وهو قول طائفة من السلف بل وهناك من نقل الإجماع على ذلك القول الأول أن التشاهد الأول يتهي عند قولك وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشاهد الأول قالوا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك فيه ولم يعلم ذلك للأمة ولا يعرف أن أحداً من الصحابة رضي الله عنهم فعله ولو شرعت لبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك كذلك لما كان هناك فرق بين التشاهد الأول وبين التشاهد الأخير فالتشاهد الأول الأصل فيه التخفيف كان أبو بكر رضي الله عنه إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف الرضف يعني على الحجارة المحمية الساخنة يعني يجلس جلسة أو جلسة خفيفة هذا هو القول الأول القول الثاني قال أصحابه يستحب يستحب الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بعد التشاهد الأول هذا مذب الشافعية واختاره الإمام الأجر والإمام بن حزم وغيرهما استدلوا بإيه قالوا لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه حيث شرع التسليم شرعة الصلاة عليه هذا السدلال من يقول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشاهد الأول يعني تكمل وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره استدلوا بإيه قالوا لأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم يَا يَا الَّذِينَ مُصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فحيث شرعت فحيث شرعت تسليم كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مع التسليم عليه وقالوا التشاهد الأول محل يستحب فيه ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام فيستحب فيه أيضا أن نصلي عليه لأنه أكمل وأشرف في ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم إذن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام في التشاهد الأول فيها القولة هل يصر بالتشاهد أم يجهر به؟ نحن بنتكلم عن التشاهد ثم تكلمنا عن حكم الزيادة على التشاهد عن حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشاهد الأول أما الصلاة على النبي في التشاهد الأخير فله حكم آخر سيبينه الآن إن شاء الملك الجليل ترجمة نانسي قنقر